ليه حدوتك اتجاهت لفكرة الأجزاء؟ يعني الجزء الأول ده معنى أنه هيكون فيه جزء تاني؟ بالضبط اللي نقول المشكلة عندي أنه أنا معرفش أقفين جزء واحد لا يكفي عن القاهرة؟ حتى أنا لغاية دوقتي معرفش أقفين يعني أنا أعمال شغال في حفريات أنا بسميها حفريات أكتر منها توسيق لأنه فيه حاجات بجيبها من تحت الأرض يعني ظاهريا يعني مكان وكان إيه وكان إيه فالغاية دولة أنا مش عارف أقفين فإن شاء الله يكون أجزاء كمان لا ولسه الحديث عن القاهرة لا ينتهي لا ينتهي طيب خلينا نتكلم شوية عن فكرة المصادر يعني حدرتك قلت حدرتك أصلا من سكان وسط البلد جميل والمصادر كانت من خلال خبرة حدرتك ولا رجعت المصادر تانية؟ ما هو الفكرة فين هي فعلا يعني هنا ربط على مشارف السبعين ربنا يدي لحضرتك السح يعني الجيل القابلة يعني عشرة ناس كتوصلت السبعين من صغر يعني فلقيت أن أحنا بالغطي زمنيا كده المساحة بتاعت الفترة الزمنيا من الأول خدو اسماعيل لغاية فكان بيحكول على حاجات فكان دي جزء ترساخت في ذهني فبيتتتدور عليها يعني معلومات بيتتدور عليها فكانت النتيجة أن بعضها مش مسجل في وسائق حتى عربية بليها في وسائق أجنبية بيكون رحالة زاروا مصر كتابوها سجلوها وده الجزء يعني الأساسي أو المحور الأساسي اللي بيدور حواليه الكتاب ترجمة نانسي قنقر